رغم أنه صحيته الجسد هي كبيرة عشان كده بنقول دايماً لازم يكون فيه بالانس بين الصحة النفسية والصحة الجسمية لما بيوصل الإنسان للستين يرجع طفل تاني اللي هو ايه بقى صحيته الجسدية تبدأ تقل بحكم السن الحواس عنده تضعف المشاعر ترهف تبقى مشاعر رقيقة أكتر يبحث عن الاهتمام اللي بيبحث عنه الطفل يبحث عن الحب يبحث عن الاحتواء يبحث عن حد يأكله يبحث عن حد يطبطب عليه يبحث عن حد يهتم به يبحث عن حد ياخد رأيه يبحث عن حد يحسسه بوجوده يبحث عن حد يستفيد من خبراته يعني بيرجع طفل تاني لكنه طفل ناضج طفل كبير وعنده قدرات ورصيد من الخبرات إحنا للأسف ما بنعرفش نستغلها طيب بعض الناس بتخاف من الحياة بعد الستين كلنا طب نعمل هيح لشان ما نخافش طبعاً بنسمع كلنا يقولك الحياة تبدأ ما بعد الستين العمر مجرد رقم العمر مش رقم العمر سنين بس على حسب السنين دي انت ملتها ايه بالزبط نشاطاتك فيها ايه خبراتك فيها ايه رصيدك فيها ايه زراعة ايه واللي انت زراعته هو اللي هتحصده بعد الستين الحقيقة الحياة كل ما كانت أسرع وكل ما كان رتمها أعلى وكل ما كان فيها جانب ماد جديد كل ما ده بيطغى على الجانب الإنساني ازاي الكلام ده احنا واحنا شباب يعني انا مثلاً دلوقت انا متجوز ومخلف كل هم في الحياة ده تفكير بعض الناس اه ولادي ازاي امن لهم واستقبلهم ازاي اعمل لهم ازاي اوفر لهم ازاي اجيب له بيت ازاي جوز ازاي اجيب له شاقة كل الوقت بمفكر في الماديات وفي ولادنا ازاي بهم متأمنين مش عارفة ليه احنا عندنا كمصريين كمان اكتر بلد في العالم مصريين دايماً تلاقيهم بيأمنوا ولادهم وصحة ولادهم ومادياً وشاقتوا اكتر من نفسهم يعني ما بفكروش في نفسهم على قد بفكروا في ولادهم وده غلط وده غلط وحب اقول لكم في الاخر ان ده غلط انت هتعمل كل ده قالوا لادك اللي مش هتلاقيهم جنبك بعد الستين ما انا مش عايزة راح في الحدك لا احنا هنقول الكلام ده لان الناس كتيرا لازم تاخد بالها سمع ان احوادس كتيرا جداً مؤلمة انه ساي مثلاً حد تعب ملاقيش حد جنبك مؤلمة بس دكتور علي انا رحت دار مسنين في عيد الام كنا بنصور فيه انا لقيت امهات وجعت قلبي والامهات دي ولادها عايشين على فتح وموجودين ونجحين ونجحين ومسافرين برده ومعاهم فلوس لا والاقفينوا معاهم فلوس انا افتكرت مثلاً معهمش امكانيات مادية لان يرعوهم لكن انا قلبي وجعني اللي هو الام دي بعد ما شئت وربت وصرفت وعلمت وصفرت بره وصفرت وجوزت وقبضت حياتها كلها الشبابها وشقيانة على ولادها في الاخر انا ممكن اترمي في دار مسنين ايوه لان احنا للأسف احنا عشان كده بقولك ده حصاد او بنجني اللي زرعناه احنا زرعنا الماديات اقمنك ماديا نعلمك كويسة دخلك مدرس كويسة لا برضو لو انت اه ده مطلوب مهم دورك كلكم رائعين وكلكم مسؤولين عن رعياته بس الرعية مش في الماديات بس لازم تعلموا الحب لازم تعلموا الأبوة لازم تعلموا اللمة لازم تحسسوا بالدفى والعيلة لو اتربع على ده وتنشع على ده هتلاقيه جنبك لما تكبر للاسف انا يعني برضو بقابل حالات كتير جدا وفي دور مسنين او في شوء عادية تلاقي الأم قاعدة هي اه ست كويسة وتماموا مساعدة الوحدة فين ولادك والله ابني اللي بره واللي مسافر واللي تجوز وسكن مش عارف فين ده حصاد اللي انت زرعته انت زرحت فيه البعد المادي بس ما زرعتش الونس ما زرعتش الدفى وبرضو بنلوم على الجيل الصغير يعني اللي بره